اختتمت فعاليات معرض برلين السياحي في العاصمة الألمانية والذي أقيم في الفترة ما بين السابع وحتى التاسع من مارس الحالي وشارك في المعرض 180 دولة وقد وصل عدد المشاركين في معرض برلين السياحي إلى 10 ألاف عارض كما بلغ عدد الزائرين نحو 160 ألفا معظمهم من الرواد في مجال صناعة السياحة العالمية مرسلتنا من برلين والتفاصيل شاركت وزارة السياحة في مملكة البحرين وعيئة البحرين للسياحة في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر 2023 على رأس وفد يضم 12 شريكاً حضروا للاطلاع وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات والعروض السياحية مع الشركاء الاستراتيجيين في دول الشرق والغرب أعتقد أن سمعة منطقة الخليج تتنامى وهناك رغبة لمعرفة المنطقة وما هي الحياة فيها أعتقد أن السياح الآن يبحث عن وجهات جديدة فقد رأوا كثيراً من المقاصد السياحية ولكنهم تواقون للجديد للتعرف على ثقافة جديدة أعتقد أن الثقافة هي أهم دعائم السياحة في كل المقاصد والبلدان في اللقاءات الرسمية والموائد النقاشية التي عقدها وفد مملكة البحرين برئاسة وزيرة السياحة في المملكة سعدت السيدة فاطمي بن جعفر السيرفي ناقشت خلالها طرق التعاون والدعم الذي تقدمه الهيئة الحكومية لمنظمي الرحلات الدولية إلى البحرين أعتقد أن الجاذب الأكبر للسياحة في البحرين هو الأصالة فالسياح يبحثون عن ما هو أصيل إنهم مهتمون بوجهة جديدة مثل البلدان العربية التغيير هو الشعار الذي تم إطلاقه في ITB بيرلين 2023 هذا المعرض الذي أصبح منصة لتغيير سياسات السفر وتسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة والرائجة لهذه الصناعة الحيوية وتوفير فرص غير محدودة للعملين فيها اختتمت مملكة البحرين فعاليات معرض بيرلين الدولي للسياحة لهذا العام بالكثير من النجاحات واللقاءات الاستراتيجية ساريا مرزوق، تلفزيون مملكة البحرين، بيرلين ترجمة نانسي قنقر